وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السيد جميل بن علي حميدان وزير العمل أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير منظومة حقوق الإنسان من خلال تطبيق السياسات والخطوات العملية لصون حقوق وكرامة الإنسان أساس هذه السياسة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الذي سجل أو سطر منجزات رائدة جدا في مجال الحماية حقوق الإنسان وضمان توفر منظومة حماية متكاملة ينعم بها سواء المواطنين أو الوافدين وضربنا أمثلة كثيرة للعالم عن جدية هذا التوجه بمتابعة حثيثة طبعا من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي لم يدخر وسعا في توجيه أو تكوين مؤسسات حكومية تقوم بجهود متضافرة ومتكاملة لإبراز مبادرات قوية جدا على هذا الصعيد فمثلا إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الاتجار نيابة متخصصة في مجال الاتجار تأكد من صدور أحكام جدية من المحاكم المتخصصة تدين أي شكل من أشكال الاتجار بالأشخاص متابعة أعمال العمل الجبري أو أي انتهاكات من هذا النوع تسهيل وصول العدالة للأشخاص المتعرضين لأي نوع من سوء المعاملة إعلان أرقام للتلفونات سواء في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل نهج لا نتخلى عنه في مملكة البحرين سوف نستمر في إطلاق المزيد من المبادرات سوف نستمر في توحيد جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لكي تتضافر وتعمل في نفس الإطار ترجمة نانسي قنقر